توضح آخر خرائط التقص وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بدأ تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي ويستمر حتى الصباح يوم الأحد المقبل ومن المتوقع استمرار تدفق وتشكل السحب على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وتمتد تدريجيا لتشمل محافظات جنوب الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط وشمال الشرقية وجنوبها على أن تكون ذروة التأثير يوم الجمعة وتتركز غزارة الأمطار على محافظات مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة وجبال الحجر وتستمر فرص امتداد السحب وهطول الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار والوسطى وتبلغ كمية الأمطار المحتمل هطولها من 20 إلى 80 ملي مترا مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان الأودية والشعاب وتبلغ سرعة الرياح ما بين 15 عقدة إلى 30 مع ارتفاع لموج البحر إلى مترين على السواحل الغربية لمحافظة مسندم وسواحل بحر عمان أثناء تأثير السحب الرعدية